أربعمائة منزل مهدد بالإزالة ومئات العائلات تواجه التشرد في محافظة التأميم والسبب بلاغ من الجهات الحكومية بالشروع في إنشاء شارع جديد على حساب منازل التجاوز التي لا يملك السكان بديلا عنها ثلاثة أيام تفصل سكان الحي الصناعي بمدينة كاركوك عن مصير مجهول إثر بلاغ رسمي وهو ما أثار سخط المواطنين الذين رفضوا ذلك البلاغ وين نروح؟ بهذا رمضان أنت جايبيننا يعني أنا عبالي هدية جايبيننا شيء اسمه هذا كتاب يطلعوا ثلاثة أيام وين نروح؟ يعني نحن نريد وين نروح؟ وين نطلع؟ الناس تعبانين والله تعبنا تركوا المنازل التي شيدوها بأيديهم ووفروا لها الخدمات الأساسية منذ سنوات دون أي مساعدة حكومية فكرة يرفضها سكان الحي رفضا قاطعا اعتمدنا على نفسنا تم تغليط الشوارع على حسابنا الخاص تم تأسيس الكهرباء والسحب الكهرباء على حسابنا الخاص تم تأسيس المجاري والمياه على حسابنا الخاص يجينا بعد شام يوم يجينا مسؤولي يجينا واحد من البلدية مهندس يجينا من المنطقة مشمول بالإزالة بحجة إنشاء شارع هذه الشارع لو تجي بيوت العالم يؤكد سكان الحي أن لا بديل لهم سوى منازلهم المتواضعة هذه بسبب ضيق ذات اليد وانعدام توفير البدائل من قبل الجهات الحكومية ثلاثة أيام لازم أنتم تفرغون بيوتكم وشيلون زين هاي العالم وين تروح تقعد بالشارع وين نروح نقعد بالشارع احنا ما نطلع حسابنا بيوتنا تتفلش علينا احنا لو عدنا قطع أراضي السكنية والحكومة موفرة لنا قطع أراضي سكنية أو أي شيء يعني وين نحنا ما نيجي نقعد بالتجاوز لو عدنا بيوت لو عدنا قطع أراضي والله ما نبعد بالتجاوز ولا نشتقل عمالة إحنا نساوي نشتق العمالة للعالم تعني نقدر نعيش ونعيش جهاننا وتتلخص مطالبات سكان الحي الصناعي الحكومة بالاستثمار في مناطق نائية وملاسقة لحيهم أو بتعويض السكان بقطع أراضي أو منازل صغيرة بديلة